فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ لا يمكن أن نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض كما أنه لا يمكن أن نؤمن ببعض الكتب المنزلة ونكفر ببعض فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وفي هذه الآية دليل على صحة إيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أليس الإيمان إيمان واحد بلى الإيمان إيمان واحد فإذا قلت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقالها آخر فهل هذا الآخر أخذ مني شهادتي لا بل قال مثل ما قلت ولاحظ معي أخي الكريم أن الآية الكريمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وليس فإن آمنوا بمثل من آمنتم به فالله عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند والحقيقة أنه موقف في غاية الصعوب على أهل الكتاب ممن تربوا ونشأوا على دين ثم جاء دين آخر وهم مطالبون بالإيمان به فالحمد لله على نعمة الإسلام واللهم أهد كل ضال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الخطاب أساسا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولكنه أيضا خطاب للعموم فنحن كمسلمون ننقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة فلنتمسك جميعا ببصلة الإيمان ولنتمسك بالجماعة وهناك شك قوي في إيمان هؤلاء اليهود وهم من سبقوا وقالوا قلوبنا غلف أي لا ينفذ إليها قولك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهل يكفي الإيمان والتصديق فقط؟ لا لأن إبليس كان مؤمن بوجود الله وأنه لا معبود بحق إلا إياه ولكنه خرج من دائرة الإيمان لما عصى أمر ربه فلابد للإيمان من عمل يوافق ما أنت مؤمن به والتصديق والتسليم لجميع وامر الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هداية حقيقية وليس كما زعمتم يا أهل الكتاب